بداية كلامنا بقى في البحث عن هو ودي ولا نظمي ولا فاهمي ولا رسمي هو بس حاجة مهمة جدا جدا يعني انك انت بتقدم النموذج القوي الذي ينبغي عليه اي انسان محترم ان يسلكه في سيطرة عن نفس في اختبار الاحترام يا استاذ ابراهيم اسهل حاجة اسهل حاجة انك تترك زمام نفسك لهواها فتهالفط وتشتم وتصغر وتصغر في عين الناس مفيش راقب سيبك من الكلام ده اللي يقولك قصو قوي قصو بيديهم يديلهم كمان لا ده هو بيديل نفسه صدقني بيديل نفسه بيديل نفسه بيجيب جنف نفسه عمال يقلش واخد بالك انما القوي بقى يعمل ايه يبصله باستخفاف وكبرياء وتعالي بس ايه هاخد حق منك تالت ومتلت وحخليك تندم على كل كلمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر